اشتركوا في القناة انت بتبدأها بحلفان الطلاع اللي بشوفوا احنا بقى بجد بقنا فرجة الأمم فرجة العالم الكرهوية مؤكد ان في ناس كتير بتستنانا عشان يتضرب كف على كف يتضحك شوية يتقول الناس دي جرالها ايه كيف تدار الكرة المصرية بجد بهذا الاسلوب عدلة هنقشك في العدلة لان دي قصة اصلها غريبة جدا والذي يقولوها يعني بسم اميجم عادة لكن ان احنا نتجاهل تطبيق القانون ونتجاهل المعيير الموحدة ونتكلم على تحقيق العدلة بروح الفار وروح القانون مرة وتروح للفار مرة وما تروحش للفار مرة وفي المباراة الوحدة من الحكم الواحد ومن الحكم الواحد فيه اكثر من المباراة ويصل الامر ان عشان الناس يصدقك وانت مسؤول تحلي بالطلاق دي ما لهاش حال غير انها اقدرت مصاطب وانحنا عاديين كده جماعة باي بايش عارف ايه خلاص خلينا مش همك العدلة يعني ده ما سبتش كورة يعني عايز اجيب جون واصل الكورة ما سبتش لا اجيب جون ويتحسب من ضرب جزاء وهمية او من كورن المرفوع مش من مكانه او من فاول غير حقيقي زي ما حصل في المحل وحصل في امبي اخر ماتش او الفارق يستدعيك يحسب ضرب الجزاء في ماتش المصري والزمالك وما يورلوش الدفعة وورالو الدفعة وتجهلوها اوما الاتنين لان الاتنين كانوا ورا بعض على طوط لاعب الزمالك اللي خد ضربة الجزاء زي اللعيب بتاع المصري اوقعه اردن واللي وراه خد ضربة الجزاء لان الكرة جات في ايد الله ويفوز في الوقت المحتسب بدل من ضائع ولكنها عدلة جميلة فيخرج علينا المنظرون من هذا يعني الطيار يقول لك هو اللي قال لي عايز يكسب علشان وهو ما بكرة غلط يسألات الكرة عشان ما حطش ايده على الارض كده بقت غلط وكل اللي فات ده مش غلط احنا الحلقة الجاية لان تجيب لنا بقى استاذ ابراهيم الحالات الفجأة علشان نوري الناس وعدالة ايه ويطلع مسؤول عن التحكيم يقول لك الفار الهدف منه تحقيق العدالة التي لا تتحقق من خلال الفار بالتأكيد بالتأكيد الفار لا يحقق العدالة هو انتقائي هو الفار بيحسب بشكل انتقائي هتقول لي بقى متضربين مش متضربين وبعدين يعترف يقول لك ما احنا ما عندناش عدد كافي يعني فوص الكلام كده ما احنا يروحوا كاس العالم ازاي هما لسه يعني ما معناها مش جاهزين وبعدين في حاجة يعني يعني عايزين نلقيشها برضو ضروري انت بجاهزة يعني ان التحكيم بيروح كاس العالم اكتر من منتخب مصر والله العظيم والله العظيم ابدعت ابدعت تفوقت على الجميع